طيب المالكي ليش أيضا لماذا يتجرع السم هو الآخر أو هل قبل أن يتجرع السم في دامه للمشهداني هذا السؤال لا لا الحج المالكي يعني لا يتجرع سما من أحد ولا يستطيع أحد أصلا أنه يجرع هذا الرجل شيئا لا يرغب فيه هذا الرجل أصلا إجراء تمرين تعبوي بالذخيرة الحية في ساحة المالكي هذا انتحار الذي يحاول أن يتبارى أمام المالكي ويظهر أي نوع من أنواع الغلبة السياسية هذا انتحار سياسي لكن المالكي اليوم ينظر إلى هذا المكون الكريم وقال بضرس قاطع أنه تعالون بإجماع سني وإلكم منعدنا 180 نائب لكن لا تجيني بأغلبية تعالي بإجماع كل السنة إذا اجتمعوا على شخص 180 شيئا يمكن أن يمضي ويمشي كرئيس مجلس نواب الجماعة لا يمكن أن يتفقون خلافاتهم أكبر من مستوى أنه يرغبهم المالكي أو غير المالكي ما قدرنا نوصل في النتيجة اليوم خلافاتهم طاغية فاليوم يعني من ضمن هذا المتاح الحيز المتاح هو يتصور أنه أفضل الخيارات أنه يذهب مع هذا الشخص أو لا يذهب وبالمناسبة ترى خيارات المالكي اليوم في تغير كبيرة نتيجة للإجراء الذي صار فيه محافظة بغداد أنا يعني لا أفشي سرا إذا أقول أنه العجلة تدور الدولاب يفترب وسجاد اليوم الأخوة سووا تمرين تعبوا بالذخيرة الحية في محافظة بغداد البشائر والاستاذ ياسر وتقدم وعمار الحمداني وهذه الأسماء المحترمة سووا تمرين تعبوا بالذخيرة الحية أنا أصور أنه إقالة محافظة بغداد سوف تقلل من حظوظ محمود المشهداني أول شيء لأنه محمود المشهداني اليوم هو ليس مرشح عزم مثل ما كان وعزم بموقفها التاريخي ضد التحالف الثلاثي مع الإطار التنسيقي وكان إلى حظوظ المشهداني اليوم هو ليس مرشح عزم اليوم مرشح تقدم مرشح الحلبوسي وهذا يضعف من حقوقه الحلبوسي يناور في محافظة بغداد ضد المالكي وهذا أيضا يضعف حظوظ المشهداني يعني إذا ممكن أن يبلغ اليوم المشهداني بهذه الرسائل ما أعرف يقدر يعالج هذا الموقف مننا إلى نهار يوم السجد قبل أن أنتقل للسيد مخلط بس أريد منك إجابة سريعة سريعة التمنين بالذخيرة الحية هذا المصطلح الجديد من ضمن الأسماء الذي قلت بها السيد ياسر أصخيل ضد المشهداني شنو ساير خلاف بين السيد المالكي وياسر أنا قلت من زمان أنه بموجب هاي الأدبيات اللي قراناها بالعلوم السياسية وهاي الإزاحة الجيلية وهذا الشيخوخة شيخوخة دولة القانون واضحة وقلت أنه البشائر ممكن في يوم من الأيام راح تبتلع دولة القانون اليوم هذه شاخصة الرجل محقق 21 مقعد في مجالس المحافظات في العراق نظام النقاط يقول كل عشر مقاعد محافظة يعني بال21 يستحق البشائر محافظتهم في حين هو اليوم يعني رئيس لجنة ما حصل انتفض داخل محافظة بغداد وجمع أصوات وطلعت الصورة التواقع من أجل قالت محافظة دولة القانون وعدهم مرشح وإسم طالع من البشائر يريدون كبديل لمحافظة بغداد لكن أنا أقول أنه قلب المعادلة في محافظة بغداد سوف تؤثر على مسار الاتفاق السياسي والذي يستعد مجلس النواب لإمضاع يوم السابق